تمكن العاملون فيما يعرف بمسرع البروتونات أو الهيدرون الكبير من إجراء تجربة جديدة في محاولة الإلقاء الضوء على طبيعة الكون ونشأته وتمت التجربة من خلال صدم الجزيئات المعروفة باسم البروتونات مع بعضها البعض باستخدام مطارق مغناطيسية وذلك لتفتيتها إلى جزيئات أصغر بهدف إلقاء الضوء على ظروف الانفجار الكبير الذي يعتقد أنه تمخض عن نشأة الكون ويقع المسرع في سويسرا وهو أكبر جهاز علمي على وجه الأرض حيث يمتد نطاقه إلى نحو 30 كم